حضر موت تنشد الأمن والسلام هذا هو شعار هؤلاء المجتمعين في اللقاء الموسع الذي أقامه حلف حضر موت لمناقشة تداعيات الوضع الأمني بواجه حضر موت والبحث في تفاصيل العادات الدخيلة على المجتمع الحضرمي كالسلبي والقتل والاختطاف والتي كان آخرها واقعة اختطاف عبدالله مولى الدويلة المسؤول المالي لدار المصطفى بتريم كان اللقاء الموسع تحت شعار حضر موت تنشد الأمن والسلام طبعا الأمن والسلام شيء منشود لكن كيف ننشده لابد أن يكون إنشادنا أو طلبنا له لابد يكون بحركة يتحرك المجتمع لابد يتكاثف الحلف لابد يغف ووقف الحلف واخرج بيان من خلال اللقاء ناشد حلف حضر موت التحالف العربي والحكومة الشرعية لحل مشكلات الانفلات الأمني بمناطق وادي حضر موت محملا الجميع بما فيهم السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الأولى والأمن العام مسؤولية الاختلالات الأمنية مؤكدا أنه سيظل متمسكا بموقفه حتى تحقيق مطالبه على الواقع وفي حالة المماطلة والتسويف فكل الخيارات والسبل مفتوحة لتحقيقها تم الاتفاق على تشكيل لجنة وهذه هي لجنة المتابعة التي يعول عليها أن تقوم بالمهام الكبيرة والمتابعة وبإذن الله يتم متابعة قضية خط سيد عبد الله أحمد مولد دويلة ومتابعة كل الأحداث من قتل واختطافات وسرقات في وادي حضر موت فعليها أن تتابع كافة الجهات وأن تصل إلى النتائج المطلوبة أهم ما جاء في البيان الختامي للقاء التشاوري مطالب الحلف بتجهيز وتسليح قوة الأمن العام الذين تم تدريبه من أبناء حضر موت لأمن الوادي والصحراء وسرعة استكمال تجنيد وتدريب الأعداد المكررة لتعزيز القوة الأمنية الحالية بالوادي والصحراء حدد مسعد قناة بلقيس من مدينة سيئون حضر موت